السلام عليكم ورحمة الله خبر المحزن للغاية المزيعة المصرية الشهيرة مجد أبوهيف في زمة الله توفت إلى رحمة الله تعالى اليوم المزيعة ببرنامج الربط وكانت مقدمة برامج في القناة الأولى وكانت إزعية معروفة في فترة من زمن السبانينات وكانت إعلامية متميزة الأعلمية مجد أبوهيف واستهرت بتقديم برامج الربط كانت نظام الكانورولة في الفترة القديمة كانت تخرج بوزيع وتقول الآن معكم مسلسل كذا وبعد قليل سوف نشاءت كذا كانت تسمى بوزاعة الربط وهي كانت أمها إيطالية جنسية ولها بعض أختها أيضا تعمل في مجال الإعلام وإذا أردنا أن نتحدث عنها فكانت تحدثت عن نفسها من قبل وقالت أن اختيار ينور السادات كان أصعب لحظات حياتي الإعلامية لأن كان عندي وقتها مش شيرة لأنها من أصعب في حوار مع المزيع الإعلامية صاحبة السعادة سعاد يونس كانت أخذ حوارتها منذ فترة طويلة من الزمن في حوار مطور وتحدثت عن أصعب الظروف وأصعب لحظات حياتها وقالت أنها كانت أصعب لحظات حياتها تلك اللحظة التي توفي فيها الزعيم الراحل أنور السادات وكانت مزاعة ربط وتحدثت عن اللقب الذي تم تلقبها بإطلاقه عليها وهي اللقب الخواجاية لأنها كانت تتحدث بالعديد من اللغات نظر لأن والدتها إطالية جنسية واليوم العديد من المواقع والصحف قد نعت الأعلامية الراحلة وكتبت الأعلامية مها موسى تقول وفاة المجيدة أبو هيف في زمة الله ربنا الرحمة وسكنها الجنة يا رب خبر محزن جدا وكانت كما تحدثنا قد آخر الرقاء لها كان مع سعاد يونس وبعدها فدخلت مرحلة من المرض هذه الأعلامية تحظى بجماهيرية كبيرة حتى وإن كانت قد اختفت عن الأضواء للمرحلة لكن يذكرها أصحاب الزمان الجميل يذكرها كل من كان يشاهدها من أبناء جيل سمينيات وسبعينيات وكانت من ألمع المزيعات في القنورولة وكانت القنورولة قبل أن تظهر تلك القنوات الفضائية كانت هي فاكهة الإعلام في مصر القنورولة كانت شيء كبير لكن الآن اجتحت الأقمار الصناعية واجتحت نيلسات وعربسات والعديد من القنوات اجتحت الساحة فأصبحت تفقد بريقها لكن الأعلاميات الذين تركوا أثر كبير لا أحد ينساهم منهم الأعلامية ما جاء بهيف ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته ويسكنها في سهجناته ونتقدم بالعداء لأسرة الفقيدة وإلى الشعب المصري العظيم من قناة صحافة أعلام تحياتا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة